لها العزيز الغفور وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الكريم الوقور أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور خير من قام بحق المساجد وأمر ببنائها في الأحياء والدور صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأسحابه خير القرون والعصور عمار المساجد في العشي والبكور والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النفخ في السور أما بعد فأسيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وسيته تعالى للأولين والآخرين ولقد وسينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إباد الله إن الله تعالى جعل المساجد أحب الأماكن إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها وذلك لما يعمر المساجد من عبادة الله وحده ولما يعلوها من ذكر اسمه وإعلاء أمره ونحيه والتقرب إليه بشيء بشتى أنواع العبادات من صلاة وذكر وتلاوة للقرآن واعتكاف وتسبيه ودعاء وغير ذلك ولما يحصل فيها من الراهة والأنس والأمن والإيمان ولذة مناجات الكريم المنان وطهارة النفوس والأبدان من أدران الذنوب والعسيان فهي بيوت الله جل وعلا في الأرض وهي أطهر البقاء وأنقاها ومن مناراتها تعلو أسوات المؤذنين وتتكرر كلمات التوحيد عليها تهبط الملائكة وتتنزل الرحمات ويغشى أهلها السكينة وتحل عليهم البركات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده عباد الله في المساجر يتعارف المسلمون بعضهم بعضا ويتآلفون ويتعاونون ويتزاورون ويتراحمون وتقوى بينهم وتقوى بينهم الصلة والمودة والرحمة تربت فيها أجيال مسلمة تعلمت التوحيد تعلمت التوحيد وإخلاص العبادة لله مهبة وإنابة ورغبة ورهبا وخوفا ورجاءا وتوكلا وذلا وتعبدا نشر الدين الله في الآفاق جاهدت لإعلاء كلمة رب الأرض والسماوات المساجر لعباد الله هي رياض وهي رياض الرحمة تقام فيها مجالس العلم والذكر لتعليم الدين وتحفيظ القرآن ومدارسة سيرة سيد المرسلين يتلقى الناس فيها التربية والأخلاق يترقى الناس فيها التربية والأخلاق ومعرفة السنة والبدعة ومعرفة الحلال والحرام وفيها تستقبل الوفود وفيها تُعقد العلوية والرايات وتُرسل منها الجيوش وتنطلق منها البعوث فالمساجر عباد الله هي المعكل الأول للأنشطة الدينية ونشر الدين لذلك كان أول شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هو بناء المسجد ولما نزل بقباء قبل أسوله إلى المدينة المنورة بنى مسجدا وأمر صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد فأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأمر بها أن تنظف وتطيب وجرى على ذلك عمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فقد كتب عمر رضي الله عنه إلى ولاته أن يبنوا مسجدا جامعا في مقر الإمارة ويأمروا أن يأمروا القبائل والقرى ببناء مسجد جماعة في أماكنهم وقد وعد الله تعالى على بناء المسجد أجرا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة وفي رواية بنى الله له في الجنة مثله رواه البخاري ومسلم وقال أيضا فيما رواه الإمام أحمد من بنى لله مسجدا ولوك مقحس قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة عباد الله إن بناء المسجد من أكبر الصدقات الجارية التي يقدمها المرء لنفسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما تبنو آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد سالح يدعو له إباد الله لأهمية المساجد قد شرع الله تعالى لها أمورا تخصها منها أولا أمر الله تعالى بتطهيرها من أرجاس الشرك والكفران فقال عز من قائل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وتعميرها بالطاعة والقربات قال عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيء عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ومن ذلك تطهيرها من النجاسة والقذارة كما في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد وقصة الإمام الذي امتخط في قبلة المسجد ثالثا النهي عن البيع والشراء فيها روى الترمذي في سننه من حديث أبي هرنة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاء في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك ومنها نهي صلى الله عليه وسلم أنعي شاد الضالة في المسجد فروى مسلم في صحيحه أن أبي هرنة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع رجل ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا وتوعد من منع فيها ذكره توعد الله تعالى من منع ذكره في المسجد أو تسبب في خراب المسجد توعده الله تعالى بالخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة فقال عز وجل ومن أظلم ممنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم إباد الله إن الغاية العظمى من بناء المساجد هي إمارتها فإمارة المساجد أهم من بنائها كما حثنا الإسلام على بناء جامع على بناء جامع لا مداء لإيمان قال عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أورا وقال أيضا سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكر منهم ورجل أربو قلبه معلق في المساجد أسأل الله العظيم أن يعيننا على عمارة المساجد وأن يجزينا على العبادة فيه من تلاوة وذكر الله تعالى والإتكاك وغير ذلك بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وبهدي سيد المرسلين أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Kudumar Mutayawu أوanna Jumaa me Al Barka تشابير gawatan Zul Hijja نشيkarat Dubu لديه دadihu لديه دربا إدابير man hijiramazان اللّا سلى الله عليه وسلم لغا مكة Zua Madina أوattayde leديه 20 daya gawatan Shida نشيkarat Dubu 20 huditami iladía أوanna مسلachi me Al Barka na Anas vini Malike رضي الله عنه da'ike وanna اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر